طبعا للأسف الشديد أن أمريكا وبريطانيا وكذلك إسرائيل يعتقدون أن لهم الحق في الاعتداء وليس لأي عربي الحق في الرد تخيل يعني يريدون أن يبيدوا الشعب الفلسطيني وأي فلسطيني يتحرك للدفاع عن نفسه فهو إرهابي وأي عربي يتحرك لنجدة الفلسطيني يعتبرونه إرهابي ويقومون بالاعتداء عليه يعني قواعد اشتباك يريدون أن يفرضوا قواعد اشتباك عسكرية من طرف واحد هم يعتدون ولا يكون هناك رد طبعا موقفنا واضح في هذا الأمر والكرة في ملعب الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي نحن نقول لهم أوقفوا عدوانكم على غزة أوقفوا عدوانكم على اليمن وسنتوقف فورا وبشكل تلقائي وهذا حل بسيط وواضح للجميع وعادل ومشرف والقبول بغيره معناه الاستسلام والخضوع وهذا لا يمكن أن يكون من قبل اليمن